اشتركوا في القناة 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 مثلا على كيفية حدوث الاستقطاب المجتمعي انخفض معدل اتضخم في النمسا الى ثلاثة بئة المائة في يونيو بعد ان كان ثلاثة فاصل ثلاثة في مايو وهو ادنى مستوى منذ يوليو 2021 وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم وتراجع التضخم جزئيا بسبب انخفاض اسعار الطاقة باستثناء الكهرباء والنفط وتباطئ ارتفاع اسعار المواد الغذائية فيما لا تزال الخدمات مثل المطاعم والفنادق اكبر مساهمة في التضخم في حين شهدت اسعار الاجارات ارتفاعا بنسبة 7.2 وانخفاضا في اسعار طاقة المنازل بنسبة 5.3% وبلغ معدل التضخم الموحد في الاتحاد الاوروبي 3.1% وهو اعلى قليلا من معدل مؤشر اسعار المستهلك حذر رئيس النمساوي الاكساندر فانديابيل من التفاوت الاجتماعي والانقسام السياسي الحاد في ظل استعدادات الانتخابات البرلمانية المقبلة في كلمة علقوها اليوم خلال افتتاح مهرجان بريجنس الثامن والسبعين واكد فانديابيل على اهمية تعزيز التوافق ومقفحة العنف ودعا الى استخدام التحديات المتعلقة بالمناخ والتنمية بشكل شامل وعرب عن اسفه لاستغلال التنقضات لزيادة الانقسام وحذر من مخاطر العنف السياسي داعيا الى رفض التمييز والازدراء مشيدا بالحوار العقلاني كوسيلة للتفاهم والتواصل بين الاحزاب والطيارات السياسية ومؤكدا على وحدة النمساوين دعا المستشار النمساوي كان نهما الى كمة اقتصادية في المستشارية اليوم في ظل تراجع الاقتصاد بعد مشاورات مع رئيس غرفة التجارة هارلد مارا ورئيس اتحاد الصناعيين جيوك اكنيل واعلن نهما عن تضافر الجهود بين السياسة والاقتصاد والصناع لخطة النمو تشمل تقليل البروكراطية وخفض الضرائب والتكاليف غير المباشرة للرواتب واكد نهما على اهمية التعزيز الكوى العاملة وجذب المواهب الفنية ورفض اي فكرة بفرض الضرائب جديدة كضريبة على الارث والثروة مؤكدا على الحاجة لتحفيز الاقتصاد والابتعاد عن التدابير التي تعارق النمو واعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في النمسا عن تقديم دعما ماليا للاطفال من الاسر المعرضة للفقر من خلال مبادرة شولشتاة كلار حيث تم رفع قيمة الدعم الى 150 يورو العام الماضي ويستفيد حوالي 50 الف طفل من قصائم بدء الدراسة هذا العام بجمال تمويل يصل الى 15 مليون يورو سنويا حتى عام 2027 ويتم توزيع القصائم من اوائل اغسطس عبر شراكة مع فولكس هيلفا زوليتاريتيت للاستخدام في متاجر ليبرو وباجرو ديسكاونت ودعا وزير الشؤون الاجتماعية يوهانس روخ لضرورة تأمين اساسيات الاطفال لمكافحة الفقر بشكل فعال وكانت هذه نشرتنا الى هذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على واتفكم كنت معكم انا ريم احمد امسي السعيدة والى اللقاء اشتركوا في القناة